يعني حصل مجموعة من التغيرات الكمية والكيفية والسريعة والمتلاحقة أدت إلى تشكيل سمات شخصية لم نكن نعهدها من قبل أصلا يعني تعرف حضرتك أن الشخصية الإنسانية تيجي عليها بعض الفترات والتغيرات والتعديلات منها مثلا الغزو الخاص بالسوشيل ميديا لدرجة أن أنا ممكن أأكد لك دلوقتي بلا أدنى تردد يعني إنها أصبحت الأداة الأولى لتشكيل سمات وخصاصة رأي العام في المجتمع صحيح وعدم وجود ضابط ولا رابط لها بالشكل المعروف منهجيا عندنا في العلم بيخلي المسألة في منطقة خطورة خاصة إذا قدنا في الاعتبار أن أعداء الوطن من الداخل والخارج سرعان ما يستقدموا هذه الوسيلة مستغلين في ذلك سرعة تصديق البعض سوء تزييف إدراكات البعض عدم قدرة البعض على التعقل بشكل متعمق بيستغلوا كل هذه الأشياء في اكتساب رقعة من البوبوليشن أو من الجمهور يؤسف إن أنا أقول إن هما بيلعبوا دور كبير جدا جدا في نشر كل ما هو محبط وكل ما هو يتعلق بالشعور باليأس والإحباب ومن خلال دراسات المتعددة لقيت إنه إرجع كده للمد كده بتاع السوشيال ميديا كده هتجد إنه كل يومين ثلاثة حدث كل يومين ثلاثة أربعة حدث ويستثماره بشكل غريب جدا ولما عملت دراسة مقارنة ما بين الإنجازات العظيمة التي تحدث على أرض مصر حاليا دلوقتي بمشروعاتها العملاقة بتحالفاتها الدولية إلى آخره هتجد إنه الرأي العام من خلال الميديا مغير تماما منفصل تماما من الصلاة تماما ما عاش بيتكلم على الإنجازات على الأرض الوقت صحيح ولو استمرنا في المسألة دي يا فانديم الخطورة الرهيبة المترتبة عليها إنه إحنا بنبدأ نعمل حاجة اسمها تكوين أراء رأي مع الرأي حيجيب اتجاه اتجاه مع اتجاه حيخلق لنا قيمة قيمة مع قيمة هجيب لنا معتاقت وده أنا خايف عشان كده سرعة التدخل اللي عافين المخاطر دول المتخصصين في الميديا إزاي؟ إيه العمل؟ العمل إنه إحنا لازم نفتح القنوات للناس ونسمع الناس لازم نستمع للناس ما ينفعش لإني التنزيد للناس على مبعدة منهم دون معرفة خصائصهم ولا السعداداتهم ولا دوافعهم ولا حاجاتهم مسألة في منتهى الخطورة الشديدة جدا يعني دي لك مثال على سبيل المثال ولا سأل حصر كم مسؤول طلع وكلم الناس على غلاء الأسعار في المرحلة اللي فاتت كم مسؤول طلع واتكلم بلغة الناس البسيطة أنا ما أعدارش بقى يطلع لي بقى لناحة التانية يقولي الأكشن بلان والميجن والفيجن والاستراتيجية والحاجات دي كل لا 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 إذا أردت أن تخاطب الناس خاطب القوم على قدر أقوله الناس ممكن تصبر بس في نفس الوقت تقول لها قادي المشكلة وقادي الأزمة وقادي أبعادها وقادي محدداتها وكيف يمكن أن تنتهي وإحنا بنعمل إيه وإنت مطلوب منك معايا إيه بس طب لو شلنا كل الكلام ده كده ودلتناه وحطناه على الجنب كده هتلاقي الناحة التانية الشك بيزيد الظن بيزيد التوجس في القائمين على أمر بيزيد وهنا ما كمان الخطورة أنا بكلم هنا كلام علم أنا بكلم كلام علم المقدمات تفضي إلى نتائج عشان كده السادة الوزراء المسؤولين الكبار كلهم فيما يخصوا عليهم أنه هما يراعوا في إدارة دوليب وزاراتهم المختلفة نجاحك التكنقراطي في إدارة ملف الوزارة بتاعتك شيء لكن تواصلك مع المستهدفين تحت على أرض الشارع شيء تاني خالص مختلف ده عايز مؤهلات خاصة ده عايز خصائص من طبيعة ونوعية خاصة تانية كيف تتحدث معهم كيف تشعر بنبض رجل الشارع اللي موجود في تحت لأن القرار الصادر الفوقي إذا ما كانش يلائم طبيعة نبض اللي موجود تحت تبقى أنت عندك مشكلة والغريب يا أخي أننا عندنا سبحان الله عندنا مراكز خياسات الرأي العام وإدارة الأزمات وإدارة الشائعات كتيرة جدا 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 لكن الناتج بتاعها سرسوب صغير بتعملوا النقيب في الآخر وعشان كمان واحد يردل على شائعة لازم واحد موصوق فيه وزوحيسية مكانية ووظيفية معينة ومألوف لدى الناس وما يتكلمش بلغة العواطف اهدوا وصبروا خليكم مش عارف إيه لا 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 بنتكلم بالفاكت مش بالإيموشنا بنتكلم بالحقائق ولاسي لغة الإنفعالات اه طبعا الإنفعالات كنتنا منحب بلدنا وكلنا حرسين عليها لكن هي السؤال هل إحنا بنستخدم المنهاج العلمية الصحيحة في رص نبض الشارع ووضع الأكشن بلانو الخطط بناء على اللي إحنا بنشوفه تحت هو ده السؤال إن كانت الإجابة نعم فنحن موضون في الطريق وأسعدني جدا جدا